طريقة عمل البرازة نبدأ المقادير بسم الله الرحمن الرحيم هنا اثنين كوب زبد لين بدرجة حرارة الغرفة وضفت لها أربعة كوب طحين راح تركه ينخلط لمدة ربع ساعة أو ممكن أكثر إلى أن يصير لين جدا ناعم و لين ممكن تستعملون الخلاط اليدوي على الكهرباء بدل هاي العجينة إذا ما متوفر عدكم خلط العجينة أنا من بعد ما خلطت مدة صار عجينة أنا ما أريد عجينة أريد ألين بعد من العجينة نشوفوا شلون لين من أضغط عليه صار أكثر من ذي قبل شوية يعني صار لين هنا ضفت لها واحد ونص ملعقة الشاي فانيلا هنا راح تركه ينخلط ويصير الوقت تقريبا ربع ساعة نخلطته ويصير بهالصورة لين وبعدين راح أعجنا واحد كوب ماء بارد طبيعي يعني وضفت لها واحد كوب سكر وربع كوب شيرة قطر وإذا ما تعرفون أنا مقدمة هواي فيديووات مع الحلويات بها طريقة عمل الشيرة هاي العجينة اللي حضرناها ضفتها لهذا السائل اللي سويته وراح أخلطها زيلا راح أصير عندي عجينة لينة حيل وراح أتركه مدة أما بالثلاجة أو بالمجمدة بالثلاجة يأخذ وقت تقريبا ساعتين حتى يتماسك ويصير عجين متماسك أو بالمجمدة يأخذ وقت من 30 إلى 45 دقيقة حتى يصير عجين ومتماسك اثنين كوب سمسم محمص ونصف كوب سكر ربع كوب شيرة وخلطتها زيلا وضفت له واحد ملعقة شاي ما يورد أو ما يزهر أو ما يعادي حتى يتفتت ما يصير قطعة وحدة السمسم هاي العجينة ما راح نضيف لها بايكنك باودر أو صودة أو غير شي فصير هشة بهالطريقة من بعد ما تماسكت وصارت عجينة طبيعية بالبرودة أخذت منها قطع ولكلكتها سويتها على شكل كرات هنا عندي فستق حلبي وإذا ما عندكم فستق حلبي ممكن تغلفوه بالسمسم من الجهتي يعني أنا قسم بالفستق وقسم كله بالسمسم هنا بيديكم ممكن تفتتوه أو اضيفو له شوية مي وتفتتوه فهنا مثل ما تنشوفون أخذ الكرة أو العجينة وأضغط عليها هنا بهذا الفستق الحلبي وبعدين أضغط عليها بهاي جهة مالة السمسم وأخليها على ورقة الزبدة أو ممكن إذا ما متوفر ورقة الزبدة ممكن تدهنون الصينية وتخلوها هنا راح أخليها بالفرن على درجة حرارة 180 من الأعلى ومن الأسفل وتأخذ وقت قريبا ربع ساعة وأقدمه ممكن القدمة وهي تشاي وهي العصائر بالمناسبات